الآن نتابع تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية أكدت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا أطلقت أكثر من خمسين صاروخ كروز في هجوم مكتف جديد على منشآت الطاقة في أوكرانيا وقال سلاح الجو الأوكراني أن الصواريخ أطلقت بواسطة طائرات من شمال بحر قزوين ومنطقة روستوف الروسية أعلن وزير البنية التحتية الأوكرانية أن 12 سفينة تحركت من موانئ أوكرانية بموجب مبادرة الحبوب من البحر الأسود يأتي ذلك بعد أعلان الأمم المتحدة أن فرقا تابع لها استأنفت تفتيش السفون بموجب لا تفاقى هذا وقالت الأمم المتحدة أنه تم الاتفاق على خطة لتحرك 16 سفينة 12 منها تخرج من موانئ أوكرانية وأربع سفن تدخل إليها أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جاتارش مساعيه دائما لاستمرار أنشطة مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب في أعقابي تعليق روسيا مشاركتها بالمبادرة وبحسب مركز أعلام الأمم المتحدة تواصل الأمنة العامة بالتعاون الوثيقة في مركز التنسيق المشترك لإشراك جميع الممثلين لتقديم خيارات بشأن الخطوات التالية فيما يتعلق بعمليات مركز التنسيق المشترك وفقا للأهداف والأحكام المنصوص عليها في المبادرة هذا وقد حضر الكريملين من أنه سيكون من الخطير والصعب الاستمرار في تنفيذ الاتفاق بشأن صادرات الحبوب الأوكرانية بدون موسكو وذلك في الوقت الذي تواصل فيه السفن مغادرة أوكرانيا وحول إمكانية الاستمرار بتنفيذ الاتفاق بدون روسيا قال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوبا إنه في ظل الظروف التي تتحدث فيها روسيا عن استحالة ضمان سلامة الملاحة في هذه المناطق يصعب تطبيق مثل هذا الاتفاق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة